لم ينفذ الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت في شرق المملكة ذلك ما توصل إليه تقرير سري لفريق مراقبية العقوبات التابع للأمم المتحدة من المقرر أن يعلن هذا الشهر أو الشهر القادم وتتطابق نتيجة كهذه مع ما أكدت عليه الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية نفسها بشأن مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت في الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي من شآتي بقيق وخريص العملاقتين التابعتين لشركة أرامكو مراقبو الأمم المتحدة عبروا في تقريرهم عن الشك في أن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم ذات نطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ليصل إلى استنتاج مفاده أن الهجوم على بقيق وخريص جاء من اتجاه شمال شمال غربي وشمال شمال شرقي على الترتيب وليس من الجنوب كمال المرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية التقرير الصادر عن لجنة الخبراء المستقلة التي ترفع تقريرا مرتين في السنة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع الدائر في اليمن قد تم رفعه بحسب وكالة رويترز إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي لكنه لن يعلن على الملأ إلا في وقت لاحق هذا الشهر أو في الشهر المقبل الوكالة ذاتها كانت قد أفادت في نوفمبر من العام الماضي بأن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آيات الله علي خامنئي وافق على الهجوم على منشآت النفط السعودية لكن بشروط صارمة منها أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أمريكيين تقرير الخبراء أفاد بأن قوات الحوثيين لا تزال تتلقى دعما عسكريا يتمثل في بناتق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وكذلك أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورا وبأن بعض هذه الأسلحة له خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنعة في إيران وقد تزامنت هذه الأنباء مع إشارة صريحة صادرة عن زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي عن جهوزية جماعته لخوض حرب بالوكالة لحساب إيران بتأكيده خلال أحدث خطاباته عدم القبول بما أسمها تجزئة المعركة في إشارة إلى المواجهة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران